وازاي عن نكون صراحاء مع شركاء حياتنا عشان نقدر نتجاوز التحديات دي معاً ايدين بايدين بعض ونخلينا في حالة دايماً حالة معاونة لا مش في حالة قلق ولا في حالة وسواس وعشان كده لما شريك حياتي يبقى هو مدرك حجم التحديات والمسؤوليات اللي علينا واللي احنا شايلينها مع بعض هيقدر يساعدني وهيقدر كمان يفهم ما هو قد ايه ممكن يخفف عني الحاجة التالتة والمهمة اللي احنا لازم نرأيها ان احنا ندعم بعض دعم الشركي الحياة هو يدعمني وانا ادمعهم تقديم الدعم سواء كان عاطفي او معنوي او ديني زي الدعاء بيساعد جداً جداً على التخفيف والضغوط وده هو تيخليك تعمل ايه؟ يخليك دايماً جاهز للإستماع وتقديم كلمات التشجيع وكمان المشاركة في تحمل الاعباء والمسؤوليات وكمان ده بيذكرنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع السيدة عائشة وهي بتحكي وبتكلم زي ما ذكرنا الحداشر قصة ومش بس كده ومش بس كده كمان لما تبص هي محكية القصة دي محكية هتلاقي حضرت النبي سمع ست صفحات على قال يعني استغرقت على قال مدة من خمستاشر دقيقة ولا اكتب من كده وحضرت النبي قاعد بيسمع ومع انه عنده مشاغل كتيرة لكن شايف ان هي طب هي هتحس بان ايه ان هي اولوية من اولوياته وعشان كده اثبتت الدراسات ان الرجال اللي عندهم صبر اثناء الاستماع الى زوجاتهم هم ازواج جيدين وبينعموا بحياة هادئة وخليها من المشاكل الى حد كبير رقم اربعة لازم احافظ على العلاقة الزوجية وقصونها ازاي يعني لازم اوفر وقت ووفر وقت عشان ايه عشان اصوني العلاقة ورابط واعزز الروابط العاطفية اللي بيني وبين زوجتي واللي بينها وبين زوجها يمكن ده هيخليني اخصص وقت وابتدي دائما ابدا نيبقى عندنا ذكريات ليلية بنتكلم عن ذكرياتنا الجميلة دي مهم جدا جدا في الصيانة عشان نفتكر ان احنا مازال في قلوبنا حب ومازال في قلوبنا تماسك وكمان نعمل انشطة مشتركة بنكون بنحبها ويمكن قلت لحضراتكم ان اول لغة في كتاب لغات الحب الخامسة هي كلمات التشجيع واول حاجة قالها المؤلف في كلمات التشجيع يملك اللسان قوة الحياة والموت اه صح والله ونزاك رسول الله صلى الله يقول ايه ان الرجل اللي اتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجات وان الرجل اللي اتكلم بالكلمة من سخط الله يأه بيها في النار سبعين خريفة الناس كلها تقولك الكلام ده في الشغل أو في الشارع لا مع زوجتك فكلمة منك تحي زوجتك كلمة منك تحي زوجك وتنوره طريقه ويتخليه قادر يقوم ويشيله وما يحط ويستحمل كل الاعباء اللي عنده زي ما قال عبد الرحمن الشرقاوي الكلمة نور بعض الكريمات قبور ايه صح كلمة نور بعض الكريمات قبور ولزاك من اهم صور الدعم هو الدعاء للازواج بظاهر الغيب ازواج كتيرة بيشعروا بسعادة لما بيسمعوا زوجتهم بيدعو لهم الله كان زمان ربنا يخليك لينا ربنا يساعدك ربنا يجعلك ربنا يوسعلك ربنا يديك برزقنا يوسعلك برزقنا ويجعل يومك سعيد ويجعل يومك يسر ويجعل يومك مع يوم حضرة النبي حاجة كده جميلة قوي لان ده بيفكرهم بدعوة الام المليئة بالحنان والشافقة وتخليه حاسس بالثقة وحاسس ان هو ضهر وكذلك الزوجة بتعتبر الدعوة الزوجة لها احد المكافآت الاساسية واحد الطرق التعبير عن الامتنان وينعكس عليها بالامان وبيخفف عليها كثير من الشعور بالضغط اقول لكم حاجة ساعات الستات وهي في البيت بتقول انا مش محتاجة منه حاجة مش محتاجة ان هو يساعدني مش محتاجة يديني فلوس انا محتاجة بس كلمة حلوة تطمن قلبي وتحسسن ان انا عايشة في مدد ربنا سبحانه تعالى خامس حاجة احنا لازم نتكلم عنها ان احنا ندير توقعاتنا وده بان احنا نتقبل ان لا يمكن ان تكون كل لحظة في الجواز مثالية مع فهم وقبول الاختلافات اللي بيننا بين الازواج وتعديل التوقعات وفق الواقع ويمكن ان احنا نقلل نقلل من التوقعات دي فيتتقلل من ضغوط في حالة كده من حالات التسول العطيفة وهي التهويل في الامور او الاحداث او المشاعر معنى التهويل ان انا اميل الى ان الاسوأ هو الذي سيحدث او ان اضخم الامور ولذلك انا حاسس ان ده بيدخلنا مع كلام حضرة النبي من قال هلك الناس ارجوكم ما تهلكوش بعض بان انتوا تقولوا توقعات عالية بلاش كلمة الخير جاي وان شاء الله ربنا هيكتب الخير دي اكتر حاجة بتخلي الشخص عنده امل وعشان كده لازم ندير ضغوطنا بهذا الطريقة وعشان كده الكتير من الامحاس اللي بتشير الى ان التهويل من الممكن ان يعمل ايه انه يشكل تهديد خطير على الصحة العقلية والنفسية للشخص رقم 6 انا لازم اهتم بالنفس لازم اهتم بصحتي صحتي العقلية وصحتي الجسدية وده كل الابحاث بتقول ان الشخص لما يهتم بصحيته الجسدية وصحيته العقلية بيكون اكتر قدر على التعامل مع الضغوط وخاصة الضغوط اللي بتتعلق بالعلاقات اشتركوا في القناة